عهدت الحكومة اليمنية بالمضي في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بدعم من التحالف العربية وذلك في ظل إصرار الميليشيات المدعومة من تهران على رفض الحل السياسي وتنفيذ المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا كما جددت في بأن صادر عن اجتماع مجلس الوزراء بعضا دعوتها للأمم المتحنة والمنظمات الدولية للضغط على ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح لإرسال جميع الإيرادات المالية التي تستحوذ عليها للبنك المركزي اليمني في عدن كي تتمكن الحكومة من الإفاء بكل التزامتها تجاه جميع أبناء الشعب اليمنية